اشتركوا في القناة 33 درجة في تونس العاصمة في بقي الجهيات كانت متراحة بين 35 و 39 درجة حالة التقص عرفنا بعض الصحب اللي تكاثف تدريجيا بعض الظهر في المناطق الغربية وكانت مصحوبة ببعض الأمتار المتفرقة قليلا إن شاء الله انتوقعوا صحب أحيانا كثيفة في المناطق الغربية تكون مصحوبة ببعض الخلايا الرعدية والأمتار المتفرقة اللي تكون محليا غزيرة أيضا إمكانية تساقط البلد ببعض الأماكن المحدودة الريحة عامة تكون من القطاع الشرقي البحري يكون قليل افتراب ودرجة الحرالية تكون متراحة بين 22 و 26 درجة في المناطق السحيلية والمرتفعات وبين 27 و 33 درجة في بقية الجهيات نتعدى الغدوة غدوة توقعوا تقص يكون في بعض الصحب أحيانا كثيفة في المناطق الغربية تكون مصحوبة بعض الخلايا الرعدية والأمتار المتفرقة اللي تشمل محلين المناطق الشرقية في آخر النهار درجة الحرارة نشوفها مع بعضنا غدا 31 في قليبيا 33 في نابل 34 في تونس العاصمة أقصى الشمال بنزرت 32 درجة 38 في باجا 32 في تبرقة 39 في جندوبة 36 في الكيف و 31 في تيلة سليانا والزاغوان يكون في حدود 37 درجة سوسا والمنسير في حدود 32 درجة المهدية 31 سفيقس وقارقنا 32 38 في القيروان 36 درجة في سيدي بوزيد قسرين 37 درجة أعلى شوية في توزر 40 درجة 32 في جابس 39 درجة في كبالي وفي مناطق الجنوب الشرقي غدا في جزيرة جربة نكون في حدود 32 درجة 35 في مدنين 37 في تتاوين و35 في أرمد بالنسبة للملاحة والسيد البحري يوم الغد في منطقة السيرات وخارج تونس ريح تكون من القطاع الشرقي سنعتها من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون قليل الأفتراب في سواحنا الشرقية ومنطقة خارج جابس ريح تكون من القطاع الشمالي الشرقي من 10 إلى 15 عقدة والبحر يكون قليل الأفتراب بالنسبة لدرجة الحارة في بعض المدن العربية والأجنبية غدا في نوكشات 31 درجة 31 في الدار البيضاء مع بعض الصحب 33 في الجزائر 32 في ترابلس خرطوم بعض الأمطار 39 درجة 38 في القاهرة مع سماء سافيا في البيقاء المقدسة 45 في المدينة المناورة 40 في مكة المكرمة 43 في مسقط 38 في أبوظبي الدوحة 43 الكويت 45 نفس الشيء في بغداد دمشق بيروت القدس الشريف 36 و 31 درجة إسطنبول 29 درجة أبعد شوية في أوروبا 34 في روما 30 في فيانا أمستردام 26 بروكسل 28 باريز 31 جونيف 32 20 في لندن مع بعض الأمطار وفي شبل جزيرة إبيرايا 35 في مدريد و28 في لاشبونة تطورات الجوية الأيام القليلة القادمة سحب عابرة أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة في كامل أنحاء البلاد الريحة تكون من القطاع الجنوبي الغربي والبحر يكون قليل أثراب في كافة المجالات درجة الحرارة تكون متراحة بين 30 و 35 درجة في الشمال الوسط من 35 إلى 39 درجة في بقية أنحاء البلاد بالنسبة ليوم الثلاثاء إن شاء الله تواصل المؤشرات ملأمة يتساقط بعض الأمطار في الشمال والوسط الريح تكون عامة من القطاع الشمالي البحر يكون مضثرب في الشمال قليل أثراب في الوسط والجنوب ودرجة الحرارة في استقرار النسبي توقيت أوقات الشروق والغروب اليوم الغد إن شاء الله الشروق يكون على الساعة 5 و 33 دقيقة والغروب يكون على الساعة 7 و 15 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات تجمع تصويبين على رقم موزع صوتي 88-40 تخليوا إرساليات قاسيرة وإلا أيضاً زولون على موقع الواب www.meteo.in نوفاوب أوقات الصلاة يوم الغد صبح يكون على الساعة 3 و 56 دقيقة الظهر منتصف النهار 31 دقيقة العصر على الساعة 4 و 11 دقيقة المغرب على الساعة 7 و 17 دقيقة والأيشاء على الساعة 8 و 51 دقيقة أعزائي المشاهدين شكرا لحسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة